في الحلقة الماضية من سلسلة شرح البحث الكيفي كانت بداية الرحلة من خلال تحديد وتوضيح المفاهيم تناولنا فيها مسألة الخلط لدى الباحثين بين استخدام كلمتي البحث الكيفية والبحث النوعي وشرحنا بالتفصيل لماذا البحث الكيفي هو المصطلح الأدب في الاستخدام يمكن الرجوع إلى الحلقة السابقة بصندوق الوصف وبالضغط على علامة التعجب الظاهرة أعلى الفيديو حلقة اليوم نجيب فيها على سؤالي متى نستخدم البحث الكيفي أو البحث الكمي أو البحث المختلطي أو بمعنى أدقة ما هي محددات ومعايير اختيارنا للبحث الكيفي أو الكمي أو البحث المختلط الذي يمزج بين الكمي والكيفي بصفة عامة هناك ثلاث أنماط أساسية للبحث أولا البحث الكمي ويستهدف الوصول إلى تعميمات أو إحصاءات أو قياس حجم أو مقدار شيئ ما مثال عليه قياس حجم انتشار ظاهرة ما قياس مقدار ارتباط اثنين أو أكثر من المتغيرات قياس تأثير متغير على متغير آخر أو أكثر أو قياس مدى تأثير برنامج تجريبي أي باختصار الوصول إلى نتائج وبيانات قابلة للقياس ويمكن تعميمها لذلك فإن شكل البيانات الناتجة تكون في صورة إحصاءات ونسب وتعميمات وأرقام إلا أنه نتيجة لتركيز البحث الكمي على الأرقام فإنه يفتقد للتفاصيل خاصة أن البحوث في العلوم الاجتماعية كعلم النفس والاجتماع تجرى في الغالب عن أشخاص وسياقات نابدة بالحياة وتفاصيل وتعقيدات لا يمكن اختصارها واختزالها في شكل أرقام فالأرقام لا تتيح للقارئ معرفة ما وراء هذه الأرقام من تفاعلات بشرية وسياقات اجتماعية وسياسية واقتصادية تساهم في توضيح وتفسير الظاهرة موضع الدراسة ثانيا البحث الكيفية بعكس البحث الكمي يستهدف البحث الكيفي تعويض النقص الناتج عن البحث الكمي ذلك أنه يستهدف الوصول إلى تفاصيل متعمقة وكثيفة في البيانات عن الظاهرة أو المشكلة موضع الدراسة وكذلك السياقات المحيطة بها ولا يستهدف الوصول إلى بيانات كمية أو تعميمات أو إحصاءات أو التمثيل السكاني لمجتمع الدراسة مثال عليه الوصف لطبيعة حياة فئة أو جماعة من الناس حياتهم اليومية تفاعلاتهم منظورهم للحياة قيامهم وسائلهم التي يستخدمونها للتكيف والتعايش مثلا سكان المقابر أو المرضى بأمراض مزمنة قبائل الأمزيد أو البدو في منطقة معينة شكل البيانات تتميز بكونها بيانات وصفية ليست في صورة أرقام ونحصل عليها من خلال عقد المقابلات بأنواعها أو جماعات النقاش المركزة الجماعات البؤرية مع مجتمع الدراسة وكذلك الملاحظات بأنواعها لمجتمع الدراسة العيوب يحتاج البحث الكيفي لمجهود ووقت وتكلفة ويحتاج لمهارات بحثية معينة من الباحث عند نزوله إلى ميدان ومجتمع الدراسة كذلك قد يخضع البحث الكيفي إلى ذاتية الباحث وتحيزاته إذا لم يتخذ الإجراءات البحثية أو الأخلاقية الضرورية لتجنب حدوث ذلك ثالثا البحث المختلطة أي الذي يجمع بين النمطين السابقين الكمية والكيفي وبالتالي يجمع مميزاتهما كما يجمع عيوبهما مثل أنه سيحتاج لوقت وجهد وتكلفة عالية من الباحث نظرا لكونه يجمع بين نمطين للبحث الكمية والكيفي كما يحتاج إلى باحث ماهر في إجراء البحوث الكيفية وكذلك الكمية وتحليل بياناتها سؤال الحلقة في رأيك أيهما أفضل لأن نستخدمه في دراساتنا البحث الكمي أما الكيفي أما المختلط في الحلقة القادمة سنستكمل أهداف البحث الكيفي وأشكال السؤال التي يتم طرحها في البحوث الكيفية هذه الحلقة إعداد إيمان بخيت إن كانت هذه الحلقة مفيدة بالنسبة لك فلا تنسى الاشتراك بالقناة للمتابعة والإعجاب ومشاركة الحلقة مع الآخرين